معبر عليه الحرام لفجره مجددا رفضت الفصائل المسلحة الدعوة الروسية إلى فتح معابر إنسانية تصل مناطق الدولة السورية بمناطق تسيطر عليها هذه الفصائل في أرياف حلب وإدلب واعتبرتها خيانة للمرة الرابعة تفشل الجهود الروسية الرامية لفتح المعابر وتسهيل تواصل المدنيين وتنقلاتهم بين المحافظات السورية أعلمنا تركيا بأننا جهزنا الأمور اللازمة كافة لفتتاح هذه المعابر للأسف نحن في اليوم الثالث ولا يزال المدنيون يمنعون من الوصول إلى المعبر وسننتظر أكثر على أن نحصل على استجابة من الجانب الآخر لما لهذه المعابر من أهمية على الصعيد الإنساني أغلقت المعابر أمام المدنيين بأوامر تركية نهاية عام 2019 أجبر المدنيون في أرياف إدلب وحلب على النزوح إلى الحدود مع تركيا بعد أن شهدت المنطقة عمليات عسكرية لتبقى المعابر مغلقة مع انتهاء العمليات ومعها منع مئات آلاف السوريين من العودة إلى قرىهم وممتلكاتهم هناك عامل إنساني ضاغط كبير جدا أنا أتكلم هنا عن الحالات الإنسانية وعشرات الآلاف من المدنيين المقيمين في إدلب يحتاجون إلى عمليات وإكمال علاج وكورسات أعتادت الدولة السورية أن تعطيهم هذه الكورسات مجانية سياسة الفصل المتبعة من الفصائل المسلحة التابعة لتركيا تتزابن مع سياسة تتريك وتغيير ديمغرافي للشمال السوري بإدارة مؤسسات ومنظمات تركية يرافق ما سبق ضغط إعلابي وترهيب يرمي إلى زرع حالة من القلق تحول مستقبلا دون عودة أواصر التواصل بين أطياف المجتمع السوري الإصرار التركي على إبقاء المعابر مغلقا لعام الثاني على التوالي يفصل بشكل قصري بين مكونات الشعب السوري ويسمح لأنقرة بإمكانية تطبيق سياسة التتريك المتبعة في مناطق نفوذها داخل سوريا رضا الباشا حلب الميادين